في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترات غير مسبوقة بعد صدور تصريحات مسيئة للجزائر من قبل الرئيس الفرنسي عبر البرلمان العربي عن إدانته بشدة لهذه التصريحات بحق الجزائر وتاريخها الثوري واصف نياها بغير المسؤولة والمرفوضة كما استغرب البرلمان العربي صدور تلك التصريحات التي تنكر التاريخ الاستعماري وتعتدي على تاريخ الجزائر العريق الذي يعد جزءا مشرفا من تاريخ العالم العربي نثمن كبرلمانيين جزائريين هذا الموقف القوي من طرف البرلمان العربي الذي عبر عن موقف كل الأمة العربية فيما يتعلق بتصريحات ماكرون التي شكك فيها في وجود الأمة الجزائرية هذا التصريح يقوي من موقف الجزائر على اعتبار أن اليوم الجزائر تخوذ هذه المعركة إن صح القوي تجاه فرنسا وهي تستند وتنطلق من أرضية قوية وهو السند العربي مساندة البرلمان العربي للجزائر ضد المحاولات الفرنسية للإساءة للهوية الجزائرية وتاريخها النظالي اعتبره مراقبون إحراجا للسلطات الرسمية في فرنسا تحرك البرلمان العربي هو تحرك طبيعي ومن شأنه أن يحرج السلطات الفرنسية ويجعلها خصم بالإضافة للخصوم التي فتحتها مع الجزائر هي خصم لدول وكيانات أخرى من خلال تشكيكها كما قلت في الأمة الجزائرية وسبق للرئاسة الجزائرية استدعاء سفير الجزائر بباريس للتشاور عقب تصريحات الرئيس الفرنسي وقررت غلق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية ودعى البرلمان العربي إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مجددا دعمه للمصاري الديمقراطي في الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون حسن جزيري قناة الغد الجزائر